السلام عليكم أنا محمد غنايم القصة بدأت من هنا بعد يوم عمل طويل جلست في لحظة غروب على شرفة منزلي وأخذت أتصفح التعليقات على المقطع الأخير الذي نشرناه إلى أن جاء ذلك التعليق الذي يقول صاحبه المحتوى العلمي وصانعيه على يوتيوب مملين ولا يستحقون المتابعة هنا سادت لحظة من الصمت مع سحر الغروب الذي كنت به جعلتني أدركي الحقيقة المرة ووجدت نفسي أتفق مع صاحب ذلك التعليق فيما قاله نعم هم لا يستحقون المتابعة لذلك سأخبركم رأيي بصناع المحتوى العلمي أو التثقيفي وسأخبركم عن ما لا يعجبنوا بهم بكل صراحة وأتمنى أن لا يعدلوا ما بهم أول شخص اسمه يوسف يمتلق قناة اسمها مساحة طبعا هذا الشخص صديق من مدة طويلة ولكن يوجد به الكثير من الأمور التي لا بد من انتقادها صراحة هذا الشخص مهتم بالعلوم والفيزياء والفلك كما يقول في وصف قناته وهذا أول أمر لا يعجبنا يعني من يهتم بتثقيف نفسي هذه الأيام ثم يكمل في وصفه يقول ببساطة مساحة تعتبر ثاني أكسيد الترفيه فيقصد أنه يعني يحاول مسج العلم مع الترفيه حتى يسهل استيعابه وهذا أمر صراحة ننقضه أيضا يعني بهذه الطريقة نستوعب الأمور بشكل سريع ثم تنظر في قناته فتصدم يا حقيقة يعني تخيل أن هذا الشخص لا ينشر في قناته مقاطع بها أمور تافية أو تحديات مزعجة أو أسرار بيته الأمر غريب جدا يعني يا رجل تخيل إلى أين وصل وصل لدرجة أن قناته لا تعطينا مفاسد أخلاق ولا تحثنا على الرذائل وتركز على جعلك مثقف عام يعني وصل الأمر به أنك عندما تشاهد قناته تستفيد ننتقل للشخصية الثانية التي ذكر اسمها شخصية اسمها دانة علان صراحة لا أعرف شخصيا ولا متابع لها سوى مقطع ولكن سنتابع الآن ونرى كم هي مملة وكم هي لا تستحق المتابعة كما قال صاحب التعليق أول انتقاد من النظر الأولى يعني فتاة محجبة محتشمة بلباسها لا تلين في قولها هذا الأمر لا بد من انتقادها يعني كيف لا ننتقدها أين هي من الكاسيات العاريات التي اعتدنا مشاهدتهم وبالاطلاع على وصف قناتها يعني تجد أنها تدرس ماجستير صيدلة ويعني فتاة مسلمة محجبة متعلمة تنشر على يوتيوب كيف ذلك هي بذلك ربما تجعل من يتابعها يستفيدوا وتجعل متابعيها يحب العلم وهذا أمر ممل لا بد من انتقاده يعني هل تريد أن تخرب جيل كامل اعتادة على عكس ذلك لا نسمح لك نفس عميق وصلي على رسول الله اللهم صلي عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين أعتقد أنك صدمت لما قلت صحيح فهون عليك ولا تصطم أحببت أن أرى بعين صاحب ذلك التعليق وكيف يفكر فشعارنا أن ننظر الأمر من زوايا مختلفة هذه المرة أحببت أن أنظر من عين مختلفة صدمتك هذه تؤكد أن منطقك ما زال سليم كيف ذلك ولسان حالك يقول كيف تنقد الخير والشر بين يا محمد ولكن مع الأسف يوجد الكثير لا يملكون هذا التمييز الذي لديك والدليل في تعليق ذلك الشخص وفحواه أن القنوات العلمية مملة ولا تستحق المتابعة بعيدا عن انعكاس المفاهيم التي أصبحت واقعا في حياتنا النقد الذي قلته في اليوتيوبرز طبعا عكس ذلك تماما وقد أخذت الإذن منهم بالفعل قبل تصوير هذه الحلقة ذكر ذلك التعليق عدة أسماء منهم من عرفته منهم من نلت شرف التعرف عليه منهم من أضفته لكم سارة نوح ثائر دروس أولاين باب المعرفة كريم إسماعيل عمر العوضة سلمة حمادو معتز مشعل ضيب وارشة أمين يحيى خالد النجار أندرويد باشا يحيى رضوان وشخصيات كثيرة كلها غير مملة وتستحق المتابعة عندما كنت في الجامعة كان لدينا محاضرات في العادة تبدأ وقت صلاة الجمعة وكان الطلاب في العادة يتأخرون عن المحاضرات قليلا بسالة الصلاة وكان الأساتذة لا يدققون كثيرا في يوم الجمعة بالتحديد وعلى الرغم من ذلك كنا نتعمد أن لا نتأخر يعني يوجد مصلة في الجامعة نفسها وفور التسليم نخرج مسرعين حتى نلحق بالمحاضرة فالعلم عبادة أيضا في مرة دخلت وكانت الأستاذة أو المحاضرة امرأة في الستين من عمرها علمانية بحت فلم تسمح لي بالدخول فاعتذرت منها بكل احترام وأدب وطلبت منها أن تسمح لي هذه المرة واعتذاري عن التأخر وليس على الصلاة طبعا فانفعلت وقالت لا يهمني المحاضرة وقت يجب الالتزام به وعلى معدي برنامج المحاضرات أن يجدوا حل لمشكلة التأخر بسبب الصلاة وليس أنا فخرجت يومها ولما خرجت وجدت مجموعة من الشباب والفتيات يعني حالهم كحالي قد منعوا من الدخول بسبب الصلاة ولما انتهت المحاضرة ذهبنا لمكتبها مع بقية الزملاء نطلب منها أن تسجلنا حضور يعني ونحن سندرس المحاضرة من بقية زملائنا الذين حضروا فرفضت بغضب وقالت هذه كلية طب وليست كلية شريعة يجب عليكم تعلم الالتزام حتى تصبحوا أطباء بصوت خافت يعني الالتزام يكون مع الله قبل أن يكون معك فسمعت الأستاذة ما قلت مع أنني كنت أتمتم يعني سراءة لم أكن أريدها أن تسمعني فنادتني توقف ولكن أين أتوقف سراءة الأستاذة بتخوف فجعلت نفسي لم أسمع وكنت أغادر بين المشي والهرولة ولم تستطع إيقافي فقالت لزملاء من خلفي هذا الطالب بالذات محروم من مادتي ثم سألت الطلاب عن اسمي حتى تعرف من أنا ولم يجبها أحد والكل أنكر أنه يعرفني مع أنه أصدقائي ويعرفونني لأن كل الموجودين كانوا حاضرين بسبب التأخر بسبب الصلاة وكانوا يطلبون منها أن لا تسجلهم غياب فلن يعترفوا على زميلهم بنفس ذات السبب وبالفعل أكملت المادة معها طوال السنة ولم تميزني يعني أعمل الله على بغيرتها وألاقي بصراحة أن كنت أجلس في آخر المدرج حتى لا تميزني يعني الفكرة أحبتي في الله أن عدم اعتراف الطلاب علي واقع من الخير في قلوبهم والذي أكده صلاتهم للجمعة وتأخرهم كحالي هؤلاء امتلكوا ميزة التمييز بين الخير والشر بين الجيد والسيء دون انعكاس للمفاهيم فلم تميزني الأستاذة وقلت كلمة حق سمعتها وكانت الأمور طيبة لي على أقل تقدير ولكن بكل أمانة لو كان في مكتبها شاب من الذين لم يحضروا للصلاة ربما لا وش عني والله أعلم ما نلاحظه من انعكاس للمفاهيم بين شاب هذه الأيام نابع برأي يعني ومن واقع خبرة المتواضعة من الشر الزائد في نفوسهم فالخير والشر توجدان في الإنسان ولكن السؤال أيهما الأعلى لديك هل الشر أم الخير يا صاحبي الحياة اختلاف ولن يكون هناك لون واحد وإلا لما رأينا الجمال واليوتيوب كذلك اختلاف ألوان به الخير وبه الشر به الجيد وبه السيء وأنت كذلك بك منهما ما بك ولكن هل ترفع الخير على الشر في نفسك أم العكس وهذا ينعكس على ما تشاهد في موقع التواصل الاجتماعي في مثالنا البسيط هذا فمن يرى العلم يستحق المتابعة وغير ممل قد رفع قدر العلم على الجهل في نفسه ومن يرى العكس قد رفع قدر الجهل على العلم في نفسه أيضا يا صاحبي إن لم تستطع أن تجعل حياتك بيضاء فلا تجعلها سوداء بل تجعلها رمادية يعني إذا لم تملك القدرة على ترك المشاهدة المبالغة الحاصلة في المحتوى الترفيه الآن على أقل تقدير لا تترك مشاهدة المحتوى العلمي أو التثقيفي ولو بدرجة متساوية حتى لا تصبح أسود برماديا وإني أحب الأبيض لك يا صاحبي ما قلت ما قلت إلا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب للناس ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت فأتمنى أن أكون خيرا قلت قبل أن ننهن حلقة حبتي في الله حقا علي أن أشكر كل من يدعمنا في هذا المشروع بعجاب أو بكلمة طيبة أو بتوصية أو بانتساب يدعم هذا المحتوى العلمي التثقيفي الذي نعتبر أنفسنا به كالعائلة التي تجتمع كل جمعة لتطمئن على بعضها فوالله أني أحبكم في الله وأعلم أنكم تحبونني أيضا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فيجد عدد من الأحبة قد قاموا بالاشتراك في ميزة الانتساب في القناة والتي تهدف لتطوير معدات القناة من تصوير وصوت وإضاءة وتحرير سابع فارس يعني فارس هو محرر القناة يعني تشعر أنه يعمل وفق الراتب فكل الشكر لكم مجددا فلا يليق بكم سوى الأناقة فأولئك الأمان أحب العلم ولم يملوا مشاهدته بل ساهموا في نشره فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر ودمتم في أمان الله لا تيأس النفبي عذب المنهلي يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلوا شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي للأوالي العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقاء كل معللي فإذا به للخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة وتفاؤلي نحو العلا بعزيمة وتفاؤلي يا أسالي كان سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمة رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوري ترجمة نانسي قنقر